بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هنتعرف على كيفية معالجة الحالات الخاصة عند حل مشكلة النقل الحالات الخاصة الحالة رقم واحد أن يكون مجموع العرض أقل من مجموع الطلب قبل ما نبدأ في حل مشكلة النقل لابد يكون مجموع العرض مساوي لمجموع الطلب ماذا لو كان مجموع العرض أقل من مجموع الطلب في هذه الحالة يتم إضافة مركز عرض وهمية يحتوي على كمية عرض هذه الكمية مساوية للفرق بين الطلب والعرض بتكلفة النقل ويتم تحديد تكلفة النقل في هذه الحالة تساوي صفر الحالة رقم اتنين إذا كان مجموع الطلب هو الذي أقل من مجموع العرض في هذه الحالة يتم إضافة مركز طلب وهمي أيضا يحتوي على كمية طلب مساوية للفرق بين العرض والطلب أيضا بتكلفة نقل تساوي صفر الحالة الأخيرة عدم توفر طريق يصل بين مركز عرض معين ومركز طلب معين أو كان يوجد طريق لكن هذا الطريق غير مسموح استخدامه في هذه الحالة أضف طريق وهمي في هذه الحالة بيكون بتكلفة M حيث M ترمز إلى قيمة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر